بعد أن طويت صفحة انضمام فنلندا والسويد لحلف النيتو بشكل كبير لا تكفر روسيا عن تصدير نبرة التهديد مع اقتراب الدولتين من إتمام إجراءات الانضمام للنيتو رسميا الخارجية الروسية التي تزعجها خطوات النيتو تجاه حدود بلدها تؤكد أن انضمام السويد وفنلندا إلى النيتو سيجعلهما تحت تأثير أكبر للولايات المتحدة الأمريكية وستصبحان أيضا هدفا للتخطيط العسكري للحلف تصريحات الخارجية الروسية حملت معها أيضا تهديدا مباشرا مفاده أن أي إجراءات تهديدية تتخذ في السويد وفنلندا بعد انضمامهما إلى النيتو ستقابل برد لمفر منه من قبل موسكو خاصة أن تحركات البلدين ستفاقم الوضع الأمنية في البلطيق والقطب الشمالي وفقا لموسكو نبرة التهديد الروسي تعالت بعد أن وقعت الدولتان بروتوكول الانضمام إلى النيتو على أن تحصل في وقت لاحق على مسادقة جميع الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة وقال أمن عام الحلف ياس ستونتلبرغ أنه يعود على عملية مسادقة سريعة وبعد اكتمال الإجراءات سيتمكن الحلف من تنظيم خط دفاعي يمتد من القطب الشمالي إلى المتوسط وعن طبيعة الرد الروسي فيتوقع أن تقوم موسكو بنشر أسلحة نووية في بحر البلطيق ورفع جاهزية العسكرية وتسليح القطب الشمالي خاصة إذا نشر الحلف قواته على أراضي السويد وفنلندا هذه الأخيرة التي ترتبط بحدود برية طويلة مع روسيا اشتركوا في القناة